السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهلا فيكم في قناتي إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير حبايبي أغلى متابعين اليوم راح أقدم لكم الكيك الاسفنجي بالكاكاو بطريقة سهلة وبسيطة واليوم راح أعملها بدون بيكين بودر وبدون زيت أو حليب وبدون محسن وما تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي وعمل لايك للفيديو لاتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم المقادير اللي راح أحتاجها لوصفتي 80 غرام تحين 190 غرام سكر 6 بيضات بحرارة الغرفة 90 غرام نشط ذرة بكات فاناليا 30 غرام كاكاو خام اليوم راح أستخدم 70 غرام العجاني ادي بصفتي الغرفة وضيف الغرفة vaisي غارجي بالسرعة راح ألي يخرج السكر ويجعلهم ينخفكم لمدة ثمن دكائك لحد ما يصير الخليط لونه فاتح ويضاعف حجمه بعد مرور ثمن دكائك هون عندي الخليط بعد ما جهز قوامه بيكون كريمي ويضاعف حجمه ثلاث مرات ولونه فاتح بيكون بها الشكل زي ما انتم شايفين هون بالفيديو بعد ما جهزت خليط الكيك بنخل المواد الجافة المكونات الجافة للمرة الثانية على الخليط ويضيفهم ملعكتين ملعكتين ويحركهم بالسبتلة من فوق لتحت بطوء لحد ما تختفي كل كمية الطحين ويكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية الموجودة عندي ترجمة نانسي قنقر 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 لثلاث كطع متساوية الحجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعمل لايك وشير للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته